اشتركوا في القناة في اطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى التاسعة والاربعين لانتصارات اكتوبر المجيدة ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماع المجلس الاعلى للقوات المسلحة حيث قدم التهناء للشعب المصري وابنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات اكتوبر وقد تناول الاجتماع مناقشة مهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الامن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بالتعاون والتنصيق مع مؤسسات الدولة عقد المقررون والمقررون المساعدون للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية بالحوار الوطني اول اجتماعاتهم بمقر الاكاديمية الوطنية للتدريب وبحضور رئيس الامانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي وجميع اعضاء الامانة الفنية وشهد الاجتماع عرض المستشار محمود فوزي رئيس الامانة الفنية الإطار الزمنية وما توصل اليه الحوار الوطني خلال الفترة الماضية من خلال ثماني اجتماعات لمجلس امناء الحوار الوطني توافق خلالها أعضاء المجلس على سياغة اللوائح المنظمة للحوار وإنشاء ثلاث محاور رئيسية وهم المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمجتمعي وإنشاء 19 لجنة فرعية بكل المحاور وكذلك دور المقررين والمقررين المساعدين باللجان الفرعية المختلفة من إعداد وتجهيز الجلسات وإجراء وإدارة الجلسات وسياغة المخرجات أدان رئيس الوزراء الياباني فوميو كشيدا إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا حلق فوق الأراضي اليابانية شمالية قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية إن بيونج يانج أطلقت صباح اليوم صاروخا باليستيا بتجاه الشرق حلق فوق منطقة توهوكو اليابانية ثم سقط في المحيط الهادئ خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان وأكد المتحدث أن تجربة الصاروخية الكورية الشمالية لم تتسبب بأي إصابات بشرية أو أضرار مادية قالت وكالة الأنباء اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخا باليستيا يعتقد حتى الآن أنه حلق فوق اليابان وذلك بعد أيام فقط من إطلاق بيونج يانج صواري الباليستية باتجاه بحر اليابان وقالت الوكالة إن الحكومة اليابانية حضرت السكان في جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال اليابان ومحافظة أموري شمال شرق البلاد على البقاء داخل المبانئ أعلن الجيش الروسي أنه تمكن من إحباط عملية اختراق حاولت القيام بها الجيش الأوقراني في منطقة كرسون وقال مسؤول الروسي في المنطقة إن قوات كييف حاولت اختراق الدفاعات الروسية على طول نهر دنيبر في اتجاه دودتشان إلا أنهم طلقوا دربات من القوات الجوية الروسية أعلن الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي استمرار العملية العسكرية المضادة لقوات بلاده في مواجهة القوات الروسية وأضف زيلنسكي في خطابه المسائية أن القوات الأوكرانية نجحت في تحرير مزيد من الأراضي التي كانت تسيطر عليها روسيا وقال إن العديد من الجنود الروس يواصلون الفرار من المعارك الدائرة كتم الموجز ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل صوت بيك أكسرا نيوز من خلال أبل سور أو جوجل بلاي وشكرا على طيب المتابعة كنت معكم حبيبة عمر تحياتي لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة